على وقع أصوات الرصاص التي لا تزال علاقة في أذهان أوروبيين عشية محاولة اغتيال رئيس حكومة سلوفاكيا وعلى صفيح ساخن تعيشها القارة العجوز يخض أكثر من 450 مليون ناخب حق تصويت في 27 بلدا أوروبيا في انتخابات البرلمان الأوروبي والتي تعد ثاني أكبر انتخابات إقليمية في العالم بعد الهند ليست سلوفاكيا وحدها التي تغلي في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان لكنهم الملايين الذين يقفون في آخر 24 ساعة لتحديد مصير السياسة أوروبا الداخلية والخارجية مع العالم وقع تلك الانتخابات أشعلت المخاوف من هيمنة اليمين المتطرف والحصول على أغلبية المطلقة حيث أشارت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات إلى احتمال فوز الأحزاب اليمينية بنحو ربع مقائد البرلمان الأوروبي المقبل البالغ عددها 720 مقعدا ومن ضمن أكثر من مئة حزب متنافس يتوقع أن يكون حزب الشعب الأوروبي المحافظ بزعامة فون ديرلاين والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط أكبر قوتين السياسيتين في البرلمان الأوروبي من بين أولى القرارات التي سيتخذها البرلمان الجديد انتخاب رئيس حاصل على الأغلبية المطلقة ثم انتخاب رئيس جديد للمفوضية الأوروبية أو قد يعيد انتخاب أورسولا فون ديرلاين رئيسة الحالية لولاية جديدة فون ديرلاين التي واجهت انتقادات بدعمها للعبادة الجماعية في غزة هي ذاتها حذرت من هيمنة اليمين المتطرف الذي قد يسهم بتدمير أوروبا على حد قولها وتكمن خطورة اليمين المتطرف بحسب خبراء في سياسته دعم إسرائيل وموقفه من المهاجرين لكنه بالنسبة للأوروبيين فشرط تحقيق نجاحات اقتصادية ومعيشية لهم هو معيار نجاح أو إخفاق أي حزب في الاتحاد اشتركوا في القناة